يبقى ده ناقص به مش به طالع لفوق يبقى ناقص به النازل اللي ده يبقى قدى ألف وقدى به الألف ناقص به بقى هو هيساوي كتر متوازن الأضلع برضو كتر متوازن الأضلع توجد أضلع اللي هيبه هنا هندسيا القطر ده يا أولاد بيكافئ القطر ده وممكن كنا نعرفها من غير حاجة لاعتبر ده كده هو به بس بدل ما أقول به بقى هقول ناقص به ويمشي كده وألف يمشي وراء منه يبقى المحاصلة بتاعتهم هي يعني إذا كان ألف زائد به بيمثل القطر ومتوازن الأضلع يبقى ألف ناقص به بيمثل القطر الآخر استقر كده الرد ده ألف ناقص به اللي هو بيكافئ ده القطر التاني ده ده كده برضو ألف ناقص به يبقى ألف زائد به هندسيا يمثل قطر متوازي الأضلع الخارج من نفس نقطة خروج آلف وبي طيب وآلف ناقص به يمثل القطر الآخر لإيه يا أولاد لمتوازي الأضلع طيب هو المسألة بتقول إيه نحن كنا بنرسيكم ونسبتكم على المفهوم ده المسألة بتقول إن المعيار ده بيساوي المعيار ده وده ألف زائد اتنين به وده ألف ناقص اتنين به ومعيار بيساوي معيار يعني قطرة يساوي قطر يعني متوازي أضلع قطران ها متساويان يصبح إيه مستطيل يصبح مستطيل إذن المتجه آلف عمودي على المتجه اتنين به أي أن آلف عمودي على به أدعو الله أن تكونوا فهمتوا النقطة دي لأن فيه نقطة تانية جاية دلوقتي بنفس الوضعية دي بيقول إيه إذا كان ألف ألف وبه متجهين غير صفريين وكان المتجه المتجه ألف زائد ثلاثة بي عمودي على المتجه ألف ناقص ثلاثة بي فإن اختار يعني هنقول رقم واحد آلف يوازي به رقم اتنين آلف عمودي على به عمودي عمودي أهين على به رقم ثلاثة معير ألف يسوي ثلاثة معير به رقم أربعة معير ألف يسوي ثلث معير به أيوا ألف زائد ثلاثة به بيمثله قطر متوازل أضلاع اللي خارج من نفس نقطة خروج ألف وثلاثة به طب وألف ناقص ثلاثة به هيمثل القطر الآخر القطران متعامدان متوازل الأضلاع أصبح معين وطالما معين يبقى ألف يسوي ثلاثة به ألف يسوي ثلاثة به يبقى معير ألف يسوي ثلاثة معير به يبقى هو ده الاختيار الصح ممكن بقى مسألة تانية أخيرة هنختم بها الدرس بيقول نفس المعطيات بس دي هيزواتها معالي هناك يعني هيقول إيه إذا كان ألف وبه متجهين غير صفريين وكان واحد معيار ألف زائد اتنين به متجهه عمودي على المتجه ألف ناقص اتنين به فإن 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 إيه اسمعوا فإن رقم واحد ألف عمودي على به فاصلة وألف يساوي نص معيار به معيار ألف يعني يساوي نص معيار به رقم اتنين ألف عمودي على به ومعيار ألف يساوي اتنين معيار به رقم يوازي به ومعيار ألف يساوي نص معيار به رقم أربعة ألف يوازي به ومعيار ألف يساوي اتنين معيار به وضح طبعا أنه جامع عليها الحالتين الأونين يعني من رقم واحد دي من رقم واحد دي متوازل أضلاع أصبح مستطيل من رقم اتنين متوازل أضلاع أصبح معين يبقى مستطيل وضلعين متجاورين فيه متساويين يبقى الشاكل أصبح مربع يبقى ألف عمود على به ده صح ومعيار ألف بيساوي اتنين معيار به صح يبقى هو ده الاختيار الصح وبالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته